أهلا بحضراتكم مرة تانية سوق حظ غريب للمنتخب السعودي النهاردة في الحقيقة الواحد زعلان جدا جدا على هزيمة السعودية أمام بولندا هزيمة غير مستحقة بالمرة بنتيجة 2-0 هتقولي ازاي 2-0 ونتيجة غير مستحقة هقولك ضرب الجزاء ضاعة من سلم الدوسري فرص قد كده الشوت الأول والشوت الثاني منتخب السعودي ما كدش فيها أي نوع من أنواع التوفيق يعني النتيجة في الآخر بغلطة كمان من البريك في الديا 85 تقريبا أو 48 من الشوت الثاني يعني من أحداث المباراة غلطة بيستغلها ليفندوسك بيحط هدف فبالتالي القصة قتلت خالص في آخر الدقيق اللي كانت قريبة جدا فيها سعودية إنها يتحقق التعادل لكن للأسف الشديد ما كانش فيه توفيق النهاردة المنتخب أدى حتى الآن بطولة أكثر من رائعة ومن أبرز منتخبات بطولة كاس العالم هذا العام يعني المنتخب السعودي مطش مبهر قدام المنتخب الأرجنتيني المرشح يفوز باللقب ومطش مبهر كمان النهاردة والله بجد قدام المنتخب الهولندي ما كانش فيه توفيق خالص يعني البداية كانت منتخب البولندي اللي جاب هدف في الدقيقة بالضبط 39 من أحداث المباراة والشوت الأول تحديدا جابه وسيلينيسكي وكان الهدف التقدم بعكاة ضرب الجزاء المنتخب السعودي ضرب الجزاء مستحقة شطها سالم الدوسري صداها تشيزني كانت المفروض تتعاد لأن الرجل اللي اتنين متقدمين على الخط لكن للأسف الفور ما عرفش كان إيه دوره هنا زي ما رجعوش للعبة اللي زي دي لكن سالم حرام يا سالم يعني كنت أتمنى أنه هو ما يشوتهاش حتى قبل ما يشوته قلت بلاش سالم لكن هو طبعا لعيب كبير بس يعني كنت حاسس كان عندي إحساس بصراحة أنه هيضايحها وتترد يشوتها برضو لعبة سعودي صداها تاني تشيزني اللي تألق جدا في الكرة دي بغض النظر عن نهاية كانت لازم تتعاد بصراحة لكن الفور ما كانش موجود للأسف شديد ما تكاش برضو يستحق كارت أحمر بعد إنذار أولين يخده كان يستحق كارت أحمر كمان مباشر في تدخل بالكوع كده مع لعب المنتخب السعودي لكن برضو الفور ما استدعاش الحكم وبعد كده الشوت التاني المباراة كانت في اتجاه يعني شبه اتجاه واحد لمنتخب السعودي في معادة كورتين جنف القائم والعرضة بالنسبة لمنتخب البولندي لكن المنتخب السعودي طول المباراة ماسككور طول المباراة رايح على الجون طول المباراة بيهدد مرمى تشزن لغاية ما جي الهدف دي 82 بالضبط ليفندوسكي من غلطة للبريك واحد من نجوم البطولة والله عمل مطشان حلوين لكن للأسف برضو سوق حظ كبير جدا في اللعبة دي اللي كانت على حدود منطقة الجزاء السعودية استغلها ليفندوسكي عشان يحرز هدف يعني كان منتظر بالنسبة له وبقاله فترة ما جابش أهداف كاس العالم فده اللي أدى لي نتيجة يعني مفاجأة بعد الأداء المبهر للمنتخب السعودي نتيجة 2-0 منتخب البولندي لكن هنا الرسالة للمنتخب السعودي شقيق والجهاز الفني المحترم الجهاز الفني الصح اللي تم اختياره بعناية الجهاز الفني اللي يستحق ان يكون موجود ويستحق كل الدعم هيرفي رينارو جهازه المعاون بكل تأكيد يا جماعة السعودية لسه ما خرجتش يعني الهدف لسه ممكن يتحقق بانك تتأهل الدور المقبل السعودية 3 نقاط فازت على الأرجنتين في المباراة الأولى النهاردة بولندا هي المتصدرة المجموعة برسيد 4 نقاط اتعدت مع المكسيك في المباراة الأولى وكذبت السعودية النهاردة 2-0 بتقترب بشكل كبير جدا من التأهل لكن عندها مباراة قوية للغاية أمام المنتخب الأرجنتيني في الجولة التالتة الأخيرة المنتخب السعودي حيقابل المنتخب المكسيكي تقدر تكسب المكسيك اللي يكسب الأرجنتين يقدر يكسب أي حد فلسه يعني لازم يكون فيه تركيز ما يحصلش نوع من أنواع الإحباط عند المنتخب السعودي بالعكس لازم كل الدعم والمسندة لأن لسه ده كاس عالم وارد تكسب وارد تخسر وكل حاجة متلع منتخبات مصنفة حاجة جمدة قوي يعني فالسعودية بالمستوى اللي احنا شفناه النهاردة والله يستحقه يستحقه جدا جدا يتأهله بإذن الله يتأهله من خلال مواجهة المكسيك النهاردة المكسيك هتلعب مع الأرجنتين الساعة 9 بالليل الأرجنتين أعتقد بنسبة كبيرة جدا هتكسب فبالتالي مكسيك هيفضل عندها نقطة واحدة هيبقى عندها أمان لسه في التأهل لو فازت على السعودية فمبروحة تبقى نيرية ما بين السعودية والمكسيك لكن يقدر المنتخب السعودي بإذن الله بمزيد من التركيز وإنهاء الفرص بشكل أفضل تقدر أن أنت تحقق الفوز وتتأهل وتحقق أحلام كل العرب وكل الدعوات للمنتخب السعودي الشخيق بعد الأداء المبهر دي المجموعة تحت المنتخب السعودي كده بولندا بقوا في المركز الأول أربع نقاط السعودية في المركز الثاني تلات نقاط قبل المباراة اللي هتتلعب النهاردة بالليل ما بين المكسيك والأرجنتين مكسيك نقطة والأرجنتين من غير ولا نقطة لكن هما لسه نقسلهم مباراة فرق عن أو بولندا وصعادية لعبهم ببراس زيادة فرق عنهم يعني هما حيحصلون النهاردة بالليل لكن كل التوفيق والدعوات بإذن الله للمنتخب السعودي اللي أبهرنا من خلال مستوى رائع على مدار البطولة والله يقول لها الواحد زعلان قوي على هزيمة النهاردة للأسف الشديد لأن هي هزيمة غير مستحقة بالمرة للمنتخب السعودي لكن احنا لسه فيها نقدر يا رجالة نقدر نتأهل بإذن الله من خلال مواجهة المكسيك